ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال النهار ده جايلكم فيديو جديد ان شاء الله كده يا رب ينول اعجبكم قلت يلا يا بيت يا فوفة صواري كده معهم الفطار ويه يا بيت الطبع ده جبتين من ايه جبتين من ايه يا بيت انا عارفة زمانكم بتقولوا كده يلا يا احلى ناس في الدنيا تنسوش اللايك الحلو والكومنت الجميل اللي بيسا يدقلبي ربنا يستعد قلبك يا رب انا عايز اقولوك دي يا بيسيسا انا كنت في ليد عند حبيبي فكانوا عزميني على ايه محد استألني كده وقال لي فين يوفاء الرينجة ولا فين الملوحة ولا الفيسيخ ولا ولا محد استأل خالص فانا عايز اقولوك انا كلتهم برا مش عارفة حكاية صوتي من اول الفيديو هو صوتي يبتدي يغلق مش عارفة في ايه بالضبط فانا بقى كنت معزومة برا كان يا ربي مش فاكرة والله العزيم كان اول يوم كان اول يوم او كان ابو الزيت في اول يوم ده مش موجود فانا كنت معزومة انا والعيال بقى برا على ملوحة ورنجة اوعى وشك ما اقول لكم شو وديتها ودي بس وحياتكو وقول لكم ايه بني وبينكو كده في يوم هفاجئ تامر جوزي وهجيب ملوحة وهدش هنا كده قدامكو زي ما بقول لكم واخبط البصلية كده بدماغك وعودة ديه فانا لازم نجيب الملوحة في البيت بس انا مستنية تامر يكون مش موجود يوم وهعملها هعملها يعني هعملها الله هتقول لي ايه وفيه هتقول لي ايه وفيه هتقول لي ايه وحرمك منها ولا ايه او الله حرمني منها عارف ان انا بتعب من الحاجات دي ايه انا يا جماعة الحاجات دي بيدعان لكم بتعملي حصاب بسهولة يعني فهو بيخاف علي فانا حط قضام الامر الواقع بس يا ربي ما يسمع الفيديو دوت مش عشان هايفها ما انا هعمل ايه ولو حلف علي مش هعمل طبعا بصوا بقى انا كنت عندهم بقى معزومة وكده ومن ساعتها وانا الطبق ده عندي في التلايك كانوا بيجي لني الطبق دوت في بسيسة بسيسة طعمها طحفة طحفة جميلة جدا جدا فافتكرت بقى قلت ان مفطر كده انا وزياد وكوكا النهاردة كانت هنا في الدرس فكنت بفطر انا وزيزو وكوكا بس افطرنا كده وعملتلهم شاي بلبن وخلاص على كده طبعا انتو عارفين ان ده بالنسبة لي فطر بتاع العائلة توتو فطر مالوش لازمة والله العظيم وانا عادة باكل كده وقلتلهم زياد انا ايه بصيسة وشاي بلبن دي حاجة ما تقفلش معايا كده مش هينفع هم يا ابني عملي سنكوشت جبنة ولا حاجة والله دربت سنكوشتين جبنة ما انا مش ههزرنا انتو انتو عارفين اختوكم هنا بقى انا خرجت طبعا كده هنا قلت هزبط الجزء اللي انتو شايفينه ده مش عاجبني خالص طبعا هبت لقيه تلقيت على طول اشوف السطرة دي بصوا الشراب اللي انا لابسة ما تقلقوش على اختوكم اتسلح الشراب وصل لحد الزور بصي انزل اطلع الشراب انتو عارفين متسلح ايه انا فقرية بيتشفوفة فقرية فما تقلقوش يعني الشراب وصل للزور ما تقلقوش الشراب ست ايه شرب ست اقطات فعادي تلاقينا نطعك انا بقى انزل من الشباك اطلع من الباب الشراب ميدال الدنيا. يعني ما تليش على اختك متسلاحة على بختك. مستورة. كنادي طهرة وهتفضل طهرة. هنا بقى ايه? شربت ياختي في انجالي القهوة كده وتزبط. قلت يلا يا بيت يا فوفة تامر جوزك بقى مش موجود. امي كده زبطي الشقة ديت. عايز اقول لما اجي اقوم مسلا هعمل الشقة بقى ايه? ابص الجوزي كده ما لقيه موجود اسكت. عارفين اسكت ليه? عشان هيقول لي احنا في ايد يا وفاق. احنا في ادهج عصابك يا وفاق. ما تعمليش يا وفاق. انتوا عارفين الرجالة بقى. فانا استغلت الفرصة هو مش موجود كده النهار ده. وقلت يلا امي روى الجزء ده. يعني كم تبهدل مش هقول لكم لأ من اللب والسوداني والكلام ده كله حاجات طايرة كده وكده انا اللي شايفيها يعني. بس قلت ايه? هوضى بالاول الانتريه كده والكناب وبعد كده اشفت بقى الارضية كلها بلقيه بالمكنسة. فاستغلت الفرصة بقى جوزي النهاردة اه في الشغل يلا بدتي افوف. استغل الفرصة. قلت عشان تاني يوم ان شاء الله بيبقى موجود بقوة معهم الغدى وبتلاقوني ايه? سبتة في المطبخ مش عارفة اطلع يعني. بسو كان في حاجات والله موجودة بس ما يعني في حاجات تبان في التصوير وفي حاجات ما ببانش ببان لي انا بس. زبطت كده الدنيا. وقلت ترتب الجزء ده ما كانش عاجبني وانتو عارفين انا لما بكون آآ بروأ كده الصالة بتلاقوني اخش على السلم. ده مرض بعيد عني. مرض والله. فما بكون بروأ ايه هنا تلاقي ايدي بتكوني كده ورجلي بتكوني ويلا بيت وفاقي طلع ايجري كده. وهات العدة بتاعتك ونضافي بقى السلم. فطبعا قلت هنضافه مع الجزء ده عشان انا ما بحبش السلم يكون عليه ترقب معرفش. بحس اي حد داخلي من بره بياخد شوية تراب يدخلهم للشعر. بتفهموش انا ليه عندي فوبيا اكده معرفش والله العظيم. هنا طبعا بقى انا بلا فوطة كده ومشي عليها ستابونة بريحة بتبقى مدية ريحة حلوة كده وانا بلمع بيها. طبعا واخدها بقى في ايديا كده للحاجات اللي عايزة تتلمع زي كده. اهو. اهو. بشرب ست قطاطة اللي انا لبسها ده. تلاقيش على اختك كنسي اختك راجل من ظهر راجل. انا متسلحها يا جميعا. لا تخافي. لا تخافي. فعشان بس تما بنوضت عالكنبة كده تقولي ايه بنت وفاق ايه مش حتى الملسك ليه ولا مدارية الدنيا لقيت لا لايش. الشراب واصل للقفة. ما تقول لايش. هنا بقى يا اختي كنت ايه بهو الشجرة كده. لقيت العلم زحزحينها كده من مكانها. وهنا كنت برشها تحس ان انا بطفيها. مش عافة انا كنت برشها كده. يا خرب بيت فارج. المهم بقى ايه? لما نفسك يا بيت. لما نفسك بيت شوف ايه? حاضر. شفت واحدة بتكلم نفسها كده في الفيديوهات. اه المهم بقى ايه? مسكت البخاخة وعدت يبخ يبخ في الشجرة عشان لقيتها مضطربة شوي. مالك يا كندا. بتحكي على ايه? بتحكي على كوك. على كلمة بطفيها. اه. امك عسل يا بيت شاكن ده. امك عسل. شطورة. شطورة صح? تستاهي اللايك? قلهم حطوا اللايك لماما. حطي اللايك لماما. خلاصي? خلاصي احلى ماما سمعتها في الدنيا. لو اني كرهت الامامة منها يعني اشان اقول له يعني اكون صريحة معاكم. بيت دي جات علمتني الادب بس يلا. يلا ام حنونة صغرونة لازمة نستحملها برده. اه لما عطي بقى الشاشة زي ما انتم شفتوا كده وهنا مش عافة اصلا الشاشة كانت شغالة على ايه? والله العظيم انا ما بشوفش اصلا في ايه. كنت مشغالة على الكوكة معرفش ايه اللي شغالة. انا فين وفين لما باقود قدام التريفزيون يعني عيلة لك انا اتكلم ده فين وفيه? انا بكره معاليا كتر الاعلانات اللي بتيجي في التريفزيون بتخليه ما بصش فيه. لان وفين لما يجيلي مزاج اه اجيب فيلم قديم بقى زي ما انتم عارفين انا بحب الافلام القديمة يعني. ست على قديمه في كل حاجة. هنا بقى ايه? حطيت السلة. جبت الكرسي بتاع كوكة كده. وهنا ايه? بص انا حطيت البوف هنا ورجعت بعد التصورة انا شلت. ولا شلت على جنب لقيت المكان هنا. لا مش هيبقوا منيست يعني. المهم بقى كان عندي شوية غسيل كده. يلا يا بيتش يفف حدف الارض. ما انا كده كده كنست الارض وزي الفل. انا طبعا شعافة انا قلتلكوا لا انا ما شلتش المفارش. انا بس نفط وحطيت المفارش زي ما هي على الكلب. نضيفة. يعني انا لقيتها نضيفة زي الفل بس كانت محتاجة تتنفط بقى. مطرح ما كانوا عاديين بيأزأزوا ده بيتسلب ده والمتاهات بقى اللي انتم عارفينها بتاعت العيد وكده. فقلت النهاردة خلص كده وشطى بالدنيا اللي وراي ديت. وكان عندي بقى اكل في اليوم ده. كان عندي يعني كزا حاجة بقى بواقي اكل كده في التلاجة بمعنى اصح. فقلت هطلع كل اللي في التلاجة بقى انا وعيالي وسخن سخن يا بيت شوفاء ولخص اليوم بلطج عليهم وعلى يومهم اللي مش معدي ده. صايم بقولك كده. يوم يبلطج على العيال وحدي فيهم باللي في التلاجة وقول لهم هو ده اللي عندي. كده ازا كان عجبكم. ايه? اه كان بالطبقة الغسين مع ماما. اه كان بالطبقة الغسين مع ماما حبيبتي. حبيبتي اشعف انا من غيرها تشيرت الاصفر ده كان هيتطبق ازي? مش هادر اقولك عايزاك وتركيز بس في كندة وهي بتطبق كده بسم الله ما شاء الله بتعجن عجنت الفلاحة. صالة عن نبي عليك يا بيت. بتعجنة? اه. بصوا عجنت وعم حاجة كلفة ورمي وراها. بيت بسم الله ما شاء الله مش هتلاقوا حد بيطبق زيها في الدنيا. الممي بقى ايه? قلت طبق شوية الغسين دول لان كانوا مرمين على على الانتريه. فانا كده كده رايحة برضك ايه? ارتب الانتريه كده وازبطه. فلا ما ينفعش. ما ينفعش. لا يا جوز. لا يا صح الله صحيح. فقلت اخلص منهم كده فوزت الروتين. عشان انتم عارفين طبعا دي من الحاجات اللي انا ما بحبش ان انا عملها. فقلت احط نفسي قدام الامر الواقع. خلصت منهم ولا ما خلصتش? اه جبت اتشيرت الاصفر اللي كانت عاملها عجنت الفلاحة زبطت انا. قلت بقى يلا بيت يا فوفة لمي كده غسيلك ولمي حبشتكناتك. يلا بقى تعالوا خش على الصلاة. هنا بقى نخش على الصلاة كده. اهي. شاف الصلاة بتاعتي حاسها بقت امر كده من ساعة معايدة. مش عارف. حلوة ليه? مش عارفة حلوة في عنايها. زي بطوله المفارش دي اتحلتها شوية ولا ينطقتها مش عارفة. مش عارفة انت تقولولي ايه? ايه الموضوع? المهم بقى ايه? كل المفارش دي برضو هشيلها كده. ونفض الانطرية. وقلت برضك هحطها تاني. المفارش ديت انا هخاف ان انا آآ ما اجي اخسلها. احطها في الغسيل. هخاف. حاسة كده الابيض اللي فيها ده مش عارفة بتسموه ايه? يعني هيتلكك. هيتقطع يعني هيتقطع. تمام? يا حلوة كل حاجة. لكن الغسيلة بتاعت بتيجي في العصر بتفرتك اي حاجة لو ضعيفة يعني. في المفروشات. فانا قلت عادي بقى احطهم كده في شوية آآ مسحوق ولا حاجة واخسلهم على قدية. يعني هم مش بنبهدلين. كان بس متفرشوا كده كم يوم وخلاص. النهاردة برضو انا كده نفطت الانطرية وزبطتهم تاني وحطيتهم. عشان كانوا نضاف. يعني ما رضيتش بقى ايه? آآ عشيل وخلاص يعني. لأ كانوا نضاف. لسه شوية. ايوة كده. رجح كل حاجة ما كانها. يعني بقى الترويزة ديت كانت محتاجة كده تلميع. بدور على الفوطر. اعتبرت ان انا ركنها هنا. بتوش ملاحظين حاجة? انا خسيت شوية. اخير انا جدعين. خسيت شوية. بس لو يخلصوا شوية الكحكي من قدامي. هخسي شويتين كمان. انا حاسة. يعني انا ما وزنتش على فكرة. عشان ما كدبش عليكم. بس انا حاسة كده من بعض هدوم يعني بلبسها انا خسيت شوية. تقلقوش السيف جاي. وشقتي بتبقى حر. وفق بيبقى عندها سونة. فبتشفت. بسيح. اول الله العظيم. بتلاقي كل الدهون نزلت. مكتر الحر. اول الله. تحسوا ان انا في سونة. سونة طبيعي يعني. هنا كوكة بقى كانت يعني عسولة كده معايا النهاردة. وحملت زبط معايا. وتروى الدنيا. حبيبية قلب امها يا ناس. اولت لها اروح اعتي شنطة عشان احطها للسلة عشان آآ انا شلت الكيس اللي كان فيها يعني. اهو. والضبط بقى الانطري كده وزبط بردك عند الكمبيوتر. ولما عدتوا كده تلمعة كده بسيطة. وقلت بقى اروح لجزء لجنب الباب ده هو اللي فاضل. اهو. والضبط الدنيا يا الدنيا مش شبه دي لا قوي بقى انتم عارفين احنا خرجين من العيد وبنهدت العيد. بس كانت محتاجة اللفة دي. فكل لما امسك مكنسة ولا لمع تلمعة نظرات جزء بتقول لي احنا فيدي يعني انت مش هتبطل شلوة حط. فاستغلت الفرصة بقى ان النهاردة ايه هو مش هنا. فقوم يا بنت يا وفاق اجري في الشقة ما حدش هيبصلك ولا هيوقفك. هامل اللي انت عايزين. اهو. كمان انا منظمة حياتي يعني مثلا اليوم اللي بيكون فيه اكل عندي. اه تلاقييني ايما بقى شوف الشقة مسلا فيها ايه محتاجة ايه. اه اليوم بقى اللي محتاجة عامل فيه اكل اتلاقييني رشقة في المطبخ ما بخرجش الاخر اليوم يعني. اه هنا بقى همسك كده المكنسة وهبتدي اللهم صلى على النبي يا رب. اكلس بقى الصالة معيكو. اهو. هنا الكرسي اللي محيرني ده. انا قلت بس اكلس الصالة وبعد كده اجيبه مكانه بقى. بس. فتحت والله العظيم يعني انا خلصت الصالة وعمل ايه اشور عقل. انا هعمل السلم. لا مش عامله. انا لسه عاملها قريب. فالمهم في الاخر اخدت المقشة بتاعتي والجروف وجردلي وكل الايه? العدة بتاعتي. وطلعت اجري نظفه. اعمل ايه? اعملي مرض يا اختي مرض بادعان. انا حاسة الجران ايه? اه ليل ونهار سمعيني نظف وانصح في السلم. انا انا حاسة ان هم بيقولوا ايه? هو في حد بيديها فلوس على تنظيف السلم ده. ست دي ايه ملا. مسك السلم ليل ونهار. عندي حال الجنان بالسلم. نظف الصالة كده. ولو مسلا في شوية كاوتشات بره ولا حاجة لقيني اخرج بقى لامهم. وام كنسة ومسح. حب قدام باب الشقة زي الصالة كده. يعني اكن الصالة بره كده. نضيف. تعود يا جماعي. المسألة مسألة تعود مش اكتر والله. نعودت نفسك مثلا اه الصالة عندك نضيفة وزي الفل. وبقى قدام باب شايتك زي الفل. هتلاقي نفسك على طول تاخد السلم معيك. كده. جوه وبره خليه فل. شفطت طبعا الدنيا كده وعايز اقولكو كان في حاجات والله واقعة يعني مش بيبان طبعا مع التصوير. اشري لب مع فروالة كحك. مع مش عارف ايه وانا خايفة من النمل. يعني انا خايفة النمل يظهر على الكلام ده. فانت عارفت بقى انا الصف ييجي والنمل بيجنني. بيجنني والله. فعمل اقول الحمد لله. يعني ما شاء الله لسه ما ظهرش نمل ولا حاجة. فنلحق كده ننضف الدنيا عشان ما نلاقيش النمل ييجي بقى على الكلام ده. انتو عارفين كحك والبسكويت والحركات دي. اه هنا بقى اللهم اصطلع على النبي كده. زبطت كل حاجة كده مكانها. وبعد كده قلت ايه? اه اشغل عود بخور بقى كده يفح فح كده ويبخر ويعطر ويخمس وخمسي وعطري وعملي كل اللي نفسك فيه. اهو. تمام كده. ايوة بقى بيت يا فوف. وسبت الصالة كده فل شمعة من وراء. طبعا ما اضراكي ما اضخي جوه في ايه? واللي حاصله هحكي لك. هحكي لك كل حاجة. كملي بس معي الفيديو. تعالين هوف كده البخور ده. بس كده. وسبت بقى الدنيا ديك كده ايه? عمل ريحة كده جميلة في الصالة. طبعا فتحت الشباك تاني لان انا بس رضيت الشباك كده اثناء التصوير عشان بيخلي الادواء معي وحشة او في التصوير. كناست طبعا قدام باب الشقة وبعد كده حطيت الحامل بتاع التصوير. وجيت هنا بقى قلت كده ايه? لما نضف السلم اول بول. فعش? لسه خرجين من عيد سلمنا يبقى عليه شوية الترابة ديت? لا. نستلم وفاق. نستلم وفاق ما تزدروش. فقلت كده هنضفه كده وخلي امر. هو انا كده. بس يا جماعة الناس اللي حد فيكو كتاب لي قال لي يا وفاق. حطي القفز بتاع الفراغ برا هنا كده. عشان احطه على السلمة اللي قدامكو ديت اللي عليها السلم الخشب ده ما ينفعش. الناس بتيجي تفرد السلم هنا وتطلع عليه. اللي هما بيطلعوا يعملوا السطح. وكمان الفراغ بتاعتي هتتسرق. انا عارفة بقول لكم ايه? هتتسرق. ما تزدروش ده انا تعبت فيهم. فما ينفعش حاجة ممكن حد يقدر ان هو ياخدها بسهولة. استبها برضو على السلم هنا. لكن لو حاجة مفعش الطمع عادي انا باستبها. تمام? تمام. لان كمان باب البيت من تحت سعب بيبقى مفتوح. بعض يعني منهم بينسوا الباب. بينسوا مفتوح باب الشارع يعني. فما تضمنش حاجة. فخليهم في البلكونة معززين مكرمين. احنا ما صدقنا ان احنا ايه? كبرناهم كده وبصي بقى اعمر كده. لمسكت بقى شوية كده دي طول مع شوية مية وجبت الجردل بتاعي وقلت يلا بيتشافه. ايوة كده. افتحي باب الشقة كده. تلاقي الصلة فولة. تخشي من جوة تفتحي باب الشقة تلاقي الصلة فولة. حلوة دي حلوة. فخلي دنياتي جوة برا بتشفي وترفي كده. تعالي بقى ايه? اليومين دول احنا تخيننا قوي. تمام? يلا بقى والناس اللي بتقول لي وفق انا نفسي خصي شوية انا تخينها شوية وعندي كسل. فقوم اشتغلي. قوم اشتغلي. انا شوية اللي انا تخنتهم دول بقيت احس باللي انت بتقولي عليه ده. عندي كسل عندي خمول. وحالة النفسية مش قدي كده. على فكرة تخنوحش جدا. جدا. بيجيب حالة نفسية اصلا للبناء ادم. يعني بيبقى. حسيني ان احنا تقال. مش طيقين نفسينا. فاحنا طبعا انا انا عارفين ايه اللي تخنى اوي السحور. عشان كنت الصحر. وصال للفجر ونام. فطبعا ما بتهضنيش الاكل اللي انت بتكليه. فطبعا انا خرجة من رمضان مليانة بجد بجد مش بهزر. دخلت طبعا على العيد. خشيت على الكحكة وعالبسكويت والغريبة. فزودنا كم كيلو برضو تاني. فمتالة وش اليمين دول بعزين نشتغل. وروحو نيجي في الشقة كده وبص كده. فرشة طايرة. فرشة طايرة. هتلاقي نفسك خاصتي تاني. خلصت بقى يا اخت السلم كده. وخليت فل امر. ودخلت بقى ايه? على الغسيل. كان عندي دورة غسيل بسيطة. عايز اقول لكم البلكونة ديت. انا كده بس بصور معكم الغسيل. انا طبعا انتم عارفين انا بعمل ايه في الفراخ? بناضف لهم القفص ده. وبعد كده برجع اكلس البلكونة ومسحها. وارجع عنشر بقى برحتي. فانا عملت الكلام ده وبس قلت هنشر معكم بس يعني. عشان ما طولش عليكم. لان في مرمطة جواه في المطبخ. اللي هو ايه? مرمطة الموعين. آآ خلصت بقى الغسيل ده. هتشوفوا دلوقتي معي. دخلت بقى ايه? برضو من غير ما اصور مسكة الرخامة والبوتجاس خليتهم فلة. وشفاطت الارض كده لما كنسها. انا بس بقولوك عشان اشجعكم مش اكتر. ووقفت الدنيا على المواعين بس. ان انا صورها معكم. يعني خليت الدنيا فلة. خلصت كل اللي وراي النهاردة ان ان شاء الله يا ربي من غير مقطع ربنا ما يجيب حاجة لوحشة لينا ولا ليكم. يعني عيالي يعني بص كل واحد فيهم طالب حاجة حلوة. اللي طالب جلاج كوكة طربة مني جلاج. بتقولي عليه ايه صوابع. اللي انا بعمله بالمكسطرات ده وبلفه. واللي طارب مني رز بلبن واللي طارب مني كيكة فمش عارفة. ممي في الاخر انا هختر نوع واحد. فبص يا كوكة بيني وبينك انت اللي هتنجح يعني. واحد بس. او اللي انت قلتيه هو اللي انا عامله. بلطك على العليل تانيين يعني. انت سخن. انت خنن قلبي انا. فقلت بقى ان شاء الله لأ هقوم اعمل حلو وهقوم اعمل فطار. انا طبعا بقولي ان شاء الله عشان لازم نتقدمي المشيئة كده عشان ما نقطعش يعني. فهتلاقي نفسك عايز تعملي حلو عايز تعملي فطار وتعملي غدا تخسري مواعين. وبرضه هتلاقي نفسك عندك شوية غسيل. فخلو استقلت النهاردة ترويق الشقة وكنسها عشان بكرة ما يبقاش عندي الكلام ده. كده يعني ما حبي انظم يومي كده والحمد لله. واحنا عادين في البيت. احنا طبعا ما بقناش ونخرج كتير. الناس كتير قول منكم بتقولي انا برضو ما بخرجش زي كتير يا وفاق. فعادي قومي كده حبي بيتك وحبي حياتك ودنيتك وقومي تنشطي وتشجعي. واشتغلي في البيت. قومي كده فيه شوية مواعيني عمليهم. آآ فيه شوية غسيل اخسليهم. قومي كده خياري عيالي كده اقول له ما اعملوك حاجة حلوة ايه يعملينهم. ويحب حياتك كده وحبي دنيتك كده الناس اللي بتبقى يعني بتكتب لكم انت ببزعلان عشان هم قوي. بتقول لي نفسيتنا وحشة يا وفاق وفينا وبينا. فا ارمي ارمي من وراء دهرك واسيب كل حاجة كده على الله. هتعدي ان شاء الله بس تخلى عندك يوكين ان هي هتعدي ان شاء الله وان ربنا هيخرجك منها. فعلا هيحصل كده. لكن لو انت هتفضلي في اليأس ده. ولا هي حياتي هتفضل كده. انا في حزن انا فزعل. هتفضل فعلا كده. لكن لا بييدك ان شاء الله وبربنا ان شاء الله هتخرجي من اللي انت فيه. الناس يعني بتقول تكتب لي نفسيتها تعمينة والكلام ده كل. فا ارمي من وراء دهرك وصلي واستغفير ربنا كتير. بكلمكم جده والله. وان شاء الله حياتكم تبقى حلوة يعني. خلى عندكم يوكين ان ربنا معاكم. وهتخرجوا من اللي انتم فيه. وما فيش حال بيفضل دايم يعني. بس فان شاء الله كله خير يعني. وربنا يسعدكم كلكم يا رب. فيش حد فيكم يا رب اشوفه اكتب لكم منت كده يعني يبقى نفسيته تعبانة ولا حاجة. اشوفكم كلكم كويسين ومبسوطين كده. هنا بقى كان شوية الموعين. طبعا انا نظمت كمان التلاجة. بعد يعني من وضفت الرخام كده مع نفسي والبوتجاز. نظمت التلاجة واي حاجة ملهاش لازمة زي ما بقول لكم على طول طلعتها. ورتبت حياتي كده. وكانت معكم فاكرة الدكتورة حباكة ولا باكة. وانت عاملة النهاردة. والواحدة فيكم تقول لي عملت اكل ايه النهاردة? انا بقى مبلطجة. والله العزي ما عندي شوية ملوخية على شوية محشي. في ايه تاني كان فيه حطتين رؤاء. شوفوا فاكرين رؤاء من امتى? مش فاكرة ايه تاني. اقول لا جمعت بقى جمعت. اللي تسخن في الميكرويف. اللي تسخن على البوتاجاز. وخلاص اليوم عدا. وبصي برقلهم كده. وللهم هو ده اللي عندي. في هيخافه. خلاص انت برقتي. طالما برقتي العالة هترجع ور. هيقوله بس هتتحول. هتطلع الزومبي اللي جواها. خلصت بقى كده معينة وزبطت الدنيا. وآآ اللي بتاع بتاعة القهوة. رجعت تعمل معكوا قهوة تاني بقى. ونزبط بجمجمة ونقوم ليجري في الشقة نشوف اللي ورانا. قلت بقى صبيني الحوت كده. وخلاص ده كان الروتين بتاعنا كده الخفيف اللطيف النهاردة. ويا ربي كده الفيديو يكون شجعكم يكونوا استفدت برضو يعني. سميه علي. ايه? سميه علي. بتسلم عليكم كندة. عايزان يقولهم بتسلم عليكم? اه. طي. آآ الست كندة بتسلم على حضرتكم. المهم بقى ايه? مسكت السفينجة كده بتاعة الحوت. مسكت الحوت صبينته تصبينه حلوة عشان يبقى ريحته حلوة كده. خلاص على كده. اهو. خليته امر فل شمعة منورة. تعارفين الحب بتاعي ده كل شوية بيدعيك يعني قلب مطالع عين ومحين. اهو. خلاص على كده اقولكم عالف سلامة واستنظروا ان شاء الله فيديو جديد.